الحمد لله الذي جعل للطفولة من شرعه ميثاقة وهيأ لها قلوبا غمرها مودة ورأفة ووفاقة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدع الكون بقدرته وشميل العبادة برحمته وسوى خلقهم بحكمته وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أما بعد إخوة الإيمان إن الله الذي خلق فسواه الذي قدر فهدى بث في قلوب خلقه المودة والرحمة نحو ما يلدون وما ينجبون وجعل دينه القيمة شرائع وأحكام وهب من خلالها للطفولة حقوق لم يعرف الإنسان من قبل ولن يصيل درجتها من بعد فشريعة الخالق تأتي كجلاله وكماله في العظمة والكمال لأنه العالم بخلقه الخبير بما يحتاجون وبما ينتفعون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من أجل ذلك اعتنى الإسلام بالطفل من قبل وجوده فهيأ له أسرة طيبة تتكون من والد تقي ووالدة صالحة فحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة وأهلها بقوله إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه رواه الإمام الترميدي وحثى الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين فاضفر بذات الدين تريبت يداك وحتى كذلك جميع المسلمين والمسلمات فقال صلى الله عليه وسلم اختاروا لنطافكم المواضع الصالحة كل ذلك من أجل تنشئة الطفل بين أبوين كريمين يطبقان شرع الله ويرسمان الطريق السوية لحياة الأبناء فأول حق للطفل أن يوفق الله أبويه لحسن اختيار أحدهما للآخر فإذا تم الاختيار توجه الأبوان الصالحان بالدعاء في خشوع وإنابة إلى ولي الصالحين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فإذا تكون الطفل في الرحم أعد الله له فائق الرعاية والعناية وحرم الاعتداء عليه يقول جل جلاله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وأجاز لأمه أن تفطر في رمضان رحمة بها وتمكينا له من أحسن ظروف النمو وتمام الخلق فإذا حل الطفل بأرض الحياة جعل الله بهجة وزينة في قلوب من حوله يقول تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا أحسن استقباله فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بالصلاة في أذن المولود روى الترميدي في السنن عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها ومن حق الطفل في الإسلام أن يرضع من حليب أمه لقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقد ثبتت قيمة هذه الرضاعة وأثرها على الطفل صحيا ونفسيا وبذلك استحقت الأم أولوية حسن المصاحبة كما جاء في الحديث النبوي الوالد في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي أو بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك فحق لها هذا التكريم النبوي فهي التي حملت وهي التي ولدت وهي التي أرضعت ومن حقوق الطفل في الإسلام العقيقة وهي ذبح شات للمولود للذكر والأنثى سواء فإن ذبحت للذكر الشاتان فلا بأس لأن النصوص النبوية واردة بالأمرين ويكون وقت الذبح نهارا بعد سباة أيام من مولده ومن حقوق الطفل أيضا الختان ويكره ختانه يوم مولده وفي يوم سابعه مخالفة لليهود ويختن بعد ذلك في أي وقت ومن حقوق الطفل أيضا في دين الحنيف ملاعبته وملاطفته وملاعبته وملاعبته تسمعه